الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول اعتذر منكم شيخنا عن هذا السؤال يقول والله اني نادم وخائف يقول كنت اجلس مع مجموعة من الزملاء واحرجني احدهم بسؤال وقال هل تحرف بالله انك لا تعمل العادة السرية فقلت والله اني لا افعلها وانا افعلها بعض الاحيان يا شيخ فما الواجب علي احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وبعد اولا سؤال هذا الانسان الذي استحلفك انك لا تفعل هذا الامر هذا سؤال انسان قليل ادب ويحتاج الى تعزير يربيه وامثاله حتى لا يعاود استكشاف اسرار الناس ولا ان يتدخل ويدس انفه فيما لا شأن لهم به فان الاصل في المسلم السلامة والاصل احسان الظن بالناس والاصل ان ما يستثر به المسلم فيما بينه وبين ربه لا يجوز لاحد ان يتقحم عليه ستر الله عليه واين هذا الرجل الجاهل السفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من شتر مسلم ان شتره الله في الدنيا والاخرة فلماذا يستفصلك ويستحلفك هل تفعل هذا او لا فهذا حقه ان يعزر وان يربى وان يؤدب فلا يجوز لاحد ان يسأل الناس ماذا يفعلونه في خلواتهم وفي بواطن بيوتهم وغرفهم فان هذا من التنطع والسؤال الذي لا يجوز وقد نهينا عن ذلك هذا بالنسبة له فلابد من زجره ولابد من تأديبه ولابد من تعزيره التعزير الذي يردع هؤلاء وانفالهم عن التدخل في حياة الناس الخاصة فما يستثر به المسلم فالله عز وجل هو الذي يحاسبه عليه ولا حق لنا مطلقا ان نتدخل فيما يستثر الناس به فبما انهم استثروا بستر الله عز وجل فلما نتتبع عوراتهم فان من تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل في جوف داره واما بالنسبة لك فلا ارى ان عليك كفارة يمين لان يمينك هذه التي حلفت عليها انما هي يمين على امر مضى وانت تعلم كذب نفسك فيه هي يمين على امر مضى وانت تعلم كذب نفسك فيه واليمين لا تجب فيها الكفارة الا اذا توفر فيها ثلاثة شروط ان يحلف الانسان بالله عز وجل وان تكون على امر مستقبلي ممكن الوقوع فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة دخلت الكفارة اذا حنث الانسان في مقتضى يمينه وانما يمينك هذه فليست هي اليمين التي تدخلها الكفارة لانها على امر مضى فانت حلفت على امر قد مضى منك وانت تعلم كذب نفسك فيه فالذي ارى انه لا كفارة عليك ولكن هل تعتبر اثما او لا الذي ارى والله تعالى اعلى واعلم انك لا تعتبر اثما في هذه الحالة لانك انما فجعت اليها لتتخلص من هذا الموقف الذي احرجك فيه هذا الشخص التافر فانت تريد ان تتخلص من هذا السؤال لسيما اذا وقع امام العامة فان العامة لو رأوك تلكلكت او تأخرت او تقاعست عن المبادرة بالجواب فان هذا سيكون فضيحة لك لسيما اذا كان عامة جلسائك ينتحلون صفة قلة الادب كصفة هذا السائل الذي سألك عن هذا السؤال فلا ارى والله اعلم ان عليك كفارة لان يمينك هذه ليست من اليمين التي تدخلها الكفارة ولا ارى عليك اثما ايضا لانك انما جنحت اليها جنوح ضرورة وحاجة ملحة لتخلص نفسك من هذا الموقف المحرج والله اعلم